بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات أولى ثانوي مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا درس جديد اليوم هو على الرابط التكافؤية المستقطبة والغاية المستقطبة رح أحاول أن أشرح لكم الدرس بطريقة مبسطة جدا جدا أتمنى فقط أنكم رح تركزوا معي باش تفهموا أكثر ولكن قبل ذلك يلا معا بعد نسمي الله ونقول بسم الله باش تكون البركة في الوقت وفي الفهر إذن شوفوا معي نبدو على بركتي الله وش معنتها الرابط التكافؤية المستقطبة إذن كتعريف بسيط الرابط التكافؤية المستقطبة هي الرابط التكافؤية الموجودة بين ذرتين لعنصرين كيميائيين أحدهما عنصر كهرو سلبي والآخر كهرو جابي شوفوا معي مثال بالمثال يتضح المقال رح نحخذ كلور الهيدروجين إذن كلور الهيدروجين وندرس عليه الرابط التكافؤية المستقطبة شوفوا معي إذن كلور الهيدروجين إذن صيغته الكيميائية هو HCl الآن باش ندير تمثيل لويس ندير قبل تمثيل لويس شوفنا من قبل تمثيل لويس وش رح ندير إذن أولا نبدو نكتب الهيدروجين عنده على مداره الأخير إلكترون حر ثم بعد ذلك عدنا درة الكلور عندها على طبقتها الخارجية سبعة إلكترونات إذن عندها ثلاث أزواج إلكترونية غير رابطة هكذا إذن شرحناها تمثيل لويس ثم عدنا رابطة تكافؤية بين الهيدروجين والكلور نوع هذه الرابطة أحادية هنا لا أهتم بنوع الرابطة التكافؤية قد تكون أحادية ثنائية ثلاثية لا يعنيني الأمر أما هنا في التعريف يقول أنه متى نسمي هذه الرابطة التكافؤية مستقطبة إذن متى نقول أنها مستقطبة إذا كان أحد العناصر هنا مثلاً الكلور الكلور هو عنصر كهرو سلبي شفناه في الدروس السابقة طبعاً نرمز للكهرو سلبي بالرمز سيجما شوفوا معي هنا ندلكم بين قوسين سيجما هكذا نقص أما الكهرو جابي نرمز له بسيجما موجب هكذا باش نتفهموا من البداية إذن نتابع قلت أن ذرة الكلور عندما تكسب إلكترون كنضيف لها زائد واحد إلكترون شوفوا معي زائد واحد إلكترون رح تتحول إلى شاردة سالبة قلنا أن هذه الذرة هي كهرو سلبية وكهرو سلبيتها عالية جداً وبالتالي هذا العنصر لهو الكلور له كهرو سلبية سالبة أما الهيدروجين نعلم أن الهيدروجين عنده في مدار الأخر إلكترون واحد قلنا أنه يفقد هذا الإلكترون ليصبح شاردة موجبة وقلنا أنه يقع في العمود الأول والسطر الأول إذن عنده كهرو جابية إذن ندير هنا سيجما زائد لاحظت أن الذرة الأولى عندها كهرو جابية والذرة الثانية عندها كهرو سلبية إذا كيكون عندكم رابطة كالتكافؤية بين عنصر كهرو جابي مع عنصر كهرو سلبي هنا نسمي هذه الرابطة رابطة هذه الرابطة لا تشوفوها بالبرتغالي هذه الرابطة تسمى رابطة تكافؤية مستقطبة إذن عندها قطب سالب وقطب موجب يعني الذرة الأولى عندها كهرو جابية والذرة الثانية عندها كهرو سلبية هذا بالنسبة للرابطة التكافؤية المستقطبة أتمنى فقط أن يكون واضح نزيل لكم مثال آخر هنا فقط راح نكتب أن الرابطة المتشكلة إذن نكتب الرابطة التكافؤية المتشكلة بين ذرة الكلور وذرة الهيدروجين هي نقول عليها رابطة تكافؤية مستقطبة أتمنى فقط أن يكون لحد الآن واضح نتابع قلت بمثال آخر شوفوا معايا نزيل لكم مثال ثاني مش تفهموا أكثر وأكثر لأنه درس مهم جدا كل دروس الفيزياء لذا درتها لكم بالتسلسل كلها مهمة شوفوا معايا جزء الماء عاش ثنين أو لقد ندير توزيع لويس داعه إذن هو قلنا من قبل أن نكتب أكبر تكافؤ في الوسط ممكن نديره هكذا سطحيا ممكن نديره التمثيل هكذا عندنا زوج أزواج إلكترونية غير رابطة ثم عندنا إلكترونين حرين وهنا أيضا الهيدروجين عنده إلكترون حر وهنا عنده إلكترون حر إذن ثم بعد ذلك عندنا رابطة بين الإلكترونين هذا وعندنا رابطة تكافؤية بين إلكترون هذا وهذا ثم بعد ذلك إذن وش عندي؟ هنا رابطة تكافؤية وهنا رابطة تكافؤية فقط هنا الهيدروجين كهروجابي هنا الهيدروجين كهروجابي وهنا الأكسجين نعرف أنه يتحول إلى شاردة سالبة فهو كهرو سلبي شوفوا معي عندنا هنا رابطة تجمع بين ذرة عندها كهرو سلبية وبين ذرة عندها كهرو جابية هنا أيضا تجمع بين دائما نفس الأكسجين كهرو سلبي مع كهرو إيجابي إذن نقول هنا نسمي هذه الرابطة رابطة تكافؤية مستقطبة أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع نجي الآن وش معنتها الرابطة التكافؤية الغير مستقطبة من خلال الغير مستقطبة راح تفهموا أكثر وأكثر المستقطبة شوفوا معي ورابطة إذن تعريف بسيط للرابطة التكافؤية الغير مستقطبة إذن الرابطة التكافؤية الغير مستقطبة هي الرابطة التكافؤية الموجودة بين ذرتين لعنصرين كيميائيين حيث يكون إما عندي ثلاث حالات إما يكون العنصرين كهرو سلبيين وش معنتها أستاذة؟ مثال بسيط مثلا غاز الأكسجين شوفوا ما هي نعرف أن غاز الأكسجين سيغتها الكيميائية هو أوثنين كي ندير تمثيل لويس إذن كيف راح ندير تمثيل بتاعه؟ إذن دائما عندنا عنده رابطين غير زوج إلكترونين غير رابطين ثم عنده هنا إلكترونين حرين راح ندير الذرة الأخرى بتمثيل لويس للذرة نفس الشيء عنده رابطة هنا زوج إلكتروني غير رابط ثم بعد ذلك عندنا إلكترونين حرين الآن راح ندير رابطة تكافؤية بين هذا الإلكترون وهذا الإلكترون ورابطة تكافؤية بين هذا الإلكترون وهذا الإلكترون إحنا سمينا من قبل أن هذه الرابطة رابطة يعني لا يعنيني ولكن كتبها لكم هي رابطة تكافؤية قلنا أنها تسمى رابطة تكافؤية ثنائية هنا ما يهمني ش النوع ولكن يهمني شيء التالي أن الأكسجين هو كهروسلبي مش معنتها كهروسلبي يعني له نميل لإكتساب إلكترونات الذرة الأخرى نفس الشيء هو عنصر كهروسلبي إذا نشوفوا معايا كي يكون عندكم عنصر كهروسلبي مع عنصر كهروسلبي هنا راح تنشأ لدينا رابطة نسميها رابطة تكافؤية غير مستقطبة شتو الفرق؟ غير مستقطبة إذن نعاود كي يكون عندكم العنصرين كهروسلبي هنا راح تكون لدينا رابطة تنشأ رابطة تكافؤية غير مستقطبة نشوف النوع الثاني النوع الثاني هو ب هو كي يكون العنصرين الكيميائيين العنصرين كهرجابيين كهرجابيين يعني الذرتين لهما يعني هما الذرتين كهرجابيين إذن مثال دائماً بالمثال المثال هو كالتالي المد مثال على عنصرين كهرجابيين مثلاً غاز الهيدروجين سيغته الكيميائية هي H2 توزيع لويس للهيدروجين قلنا أن درة الهيدروجين عندها كواحد إذن كيف أمثل بتمثيل لويس رح يكون H لونصر الكيميائي ثم أمثله بنقطة إذن عندي ذرتين من الهيدروجين إذن عندي ذرة من الهيدروجين تمثل بنقطة وعندنا ذرة من الهيدروجين تمثل بنقطة إذن أصل بين الإلكترونين هذين الحرين تنشأ عندي رابطة تكافؤية وحادية ولكن لا يعنيني هنا النوع هنا فقط يعنيني شيء أن الهيدروجين كهرجابي والهيدروجين هنا كهرجابي إذن كي يكون عندكم الذرتين كهرجابيين للإثنين هنا رح تنشأ عندي رابطة هذا الرابطة تكافؤية من جهة وهي غير مستقطبة أتمنى فقط أن يكون لحد الآن واضح نزيل لكم مثال آخر شوفوا معي أو نخليه للحالة الثالثة إذن الحالة الثالثة وش عندي جيم يكون العنصرين شوفوا معي العنصرين الآن أحدهما كهرجابي وهي آخر حالة والآخر لا كهرجابي ولا كهر سلبي أستاذا شكله هي العناصر التي لا هي كهرجابي ولا كهر سلبي احنا شوفناها في الجدول الدوري هو العمود الرابع اللي هو الكربون وقلنا والسيليسيوم الآن أتابع بمثال دائما إذن مثال نمد مثال المثال رح نمد غاز المثال شوفوا معي غاز المثال صيغته الكيميائية CH4 تمثيل لو يستع إذن C عنده التوزيع الإلكتروني K1 إذن عنده هنا 6 ذرات أو 6 إلكترونات على المدار الأخير إذن عندنا هنا أعتذر 2 ثم بعد ذلك 2 من 6 بقت لي 4 إلكترونات تمثيل لو يستع الكربون هو C نمثل 4 إلكترونات الحرة بنقاط هكذا الآن عندي H H نفس الشي قلنا عنده إلكترون واحد فقط K1 إذن تمثيل لو يستع H نكتب H بنقطة سواء نديرها هنا أو هنا أو هنا أو هنا المهم ندير هنا تمثيل لو يس ندير نقطة واحدة فقط إذن نمحي هذه النقاط إذن نعاود تمثيل لو يس رح يكون بنقطة هكذا مثلا نديرها هنا الآن عندي أربع درات من الهيدروجين إذن في كل هذا الإلكترون نربطه بإلكترون الهيدروجين هنا H ندير هنا H وندير هنا H إذن نعاود باش ينكبر لكم الشكل شوفوا معايا إذن هنا ندير في الوسط ندير C تاعي قلت أربع إلكترونات حرة أضعها كالتالي ثم بعد ذلك هنا H إلكترون حر هنا ندير H إلكترون حر وهنا ندير H إلكترون حر وهنا ندير H إلكترون حر ثم ندير الروابط تكافؤية تاعي هكذا حاولوا ندير بالمسطرة طبعا لازم يكون الخط عمودي هكذا ندير هكذا إذن ثم بعد ذلك الآن نعرف أن الكربون لا كهر سلبي ولا كهر جابي والهيدروجين كهر جابي إذن عندي عنصر كهر جابي إذن كهر جابي مع عنصر سي هو عنصر لا كهر جابي ولا كهر سلبي وبالتالي ادخلت في هذه الحالة وبالتالي نقول هذه الروابط هي رابطة إذن كل هذه الروابط اللي شفناها هي رابطة تكافؤية غير مستقطبة أتمنى فقط أن تكون هذه الحالة واضحة إذن درنا كامل الحالات هذه هي تعريفات الرابطة تكافؤية المستقطبة والغير مستقطبة الآن ندخل فيه تعريف آخر وهو الجزيء المستقطبة وهو أسهل ما يكون لو فهمتوا الرابطة المستقطبة والغير مستقطبة أحيجيكم الجزيء أسهل لأننا راح نستعمل الرابطة المستقطبة والرابطة الغير مستقطبة إذن تعريف الثالث وش محنتها الجزيء المستقطبة إذن نقول عن جزيء أنه مستقطب إذا كان له على الأقل رابطة تكافؤية مستقطبة يعني في الجزيء التاعي تكون على الأقل وحدة وحدة أو ثنين أو ثلاثة إذن نشوفه المثال ونشرح أكثر نخذوه في المثال التاعي نخذوه جزيء الميثانور إذن صيغته الكيميائية هي C-H-3-O-H إذن ندير تمثيل لويس إذن مهم جدا تمثيل لويس إذن كيف راح نمثل هذا إذن دائما قلت في النوات المركزي أو في التمثيل المركزي ندير دائما الزرة اللي عندها أكبر تكافؤ إحنا الزرة اللي عندها أكبر تكافؤ هي ذرة الكربون نعلم أن لها أربع إلكترونات على المدار الأخير نمثلها بنقاط ثم بعد ذلك تليها الأكسجين تكافؤ الأكسجين هو ثنين إذن ندير O إذن ندير هنا الإلكترون حر وهنا وش راح ندير شوفوا معي إذن ثم ندير الأزواج الإلكترونية الغير رابطة ثم ندير إلكترون حر هنا ثم بعد ذلك نوزع الهيدروجين إذن عندي كم من الهيدروجين عندنا أربع ذرة ثلاثة زايد واحد أربعة إذن أضع الأول هنا الثاني في هذا المكان الثالث في هذا المكان هنا الرابع في هذا المكان ثم ندير الروابط التكافؤية التعيب بلون مغاير إذن هنا عندي رابطة تكافؤية هنا عندي رابطة تكافؤية وهنا عندي رابطة تكافؤية هنا أيضا رابطة تكافؤية وهنا رابطة تكافؤية إذن ثم بعد ذلك واش رح ندير رح نشوف هل هذا الجزء مستقطب أم لا كيف ذلك نبدأ بالروابط التكافؤية لهذه الأربعة إذن هنا عندي الكهروجابية العنصر الهيدروشين هنا لا كهروجابي ولا كهروجابي ولا كهروجابي واش قلنا إذن هذه الروابط كلها روابط إذن هنا رابطة تكافؤية غير مستقطبة أما هنا عندنا الأكسجين والكربون وهنا عندنا الأكسجين والهيدروجين إذن نعلم أن الأكسجين كهرو سلبي وهنا الهيدروجين كهرو جبي إذن عندي هنا رابطة راح تشكلي هنا رابطة إذن نكتبها رابطة تكافؤية مش قلنا مستقطبة إذن عندي رابطة تكافؤية مستقطبة منه مباشرة راح أقول أن جزء الميثانول جزء مستقطب لأنه يكفي أن نجد رابطة واحدة فقط تكافؤية مستقطبة باش نقول أن الجزء تاعي مستقطب إذن نقول أن الجزء الميثانول هو جزء مستقطب إذن أتمنى فقط أن يكون واضح إذن آخر نقطة هي مميزات الجزء المستقطب إذن مميزات الجزء المستقطب أن درجة الغلايان وجرجة الإنسهار تكون أعلى عند الجزء المستقطب منه على الجزء الغير مستقطب لماذا؟ لأن هذا راجع إلى أن جزيئات المستقطب الجزيئات الموجودة في الجزء المستقطب متماسكة أكثر منها في جزء الغير المستقطب إذن أكون بهذا عند نهاية هذا الدرس نكتب لكم فقط المميزة إذن بعد ما كتبت لكم مميزات الجزء المستقطب ملاحظة أخيرة أن الجزء الغير مستقطب الغير مستقطب هو الجزء الذي ليس له رابطة تكافؤية مستقطبة أتيت إلى نهاية هذا الدرس أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط سلام الله عليكم إلى الملتقى